صرح مدير الوكالة الوطني للمياه والغابات أن آخر أسد كان يعيش في الطبيعة في المغرب كان خلال أربعينيات القرن الماضي مستبعداً إمكانية ظهور أسود في إحداء الجبال المغربية بعد كل هذا الوقت وأفاد المدير في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات عندما تحركت للمرة الأولى لإجراء بحث حول الموضوع بعد تلقيها لتبليغ عن ظهور حيوان بري بمنطقة والماس الذي اشتبه أنه أسد الأطلس كانت ذلك نتيجة للشكوك حيالة إمكانية ترك شخص معين لهذا الحيوان في هذه المنطقة غير أنه تبين في النهاية أنه لا يوجد أي أسد في تلك المنطقة وقد أنهى مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات الجدل حول وجود أسود بجبال أطلس حتى الآن بعد تلقيه عدة تقارير عن رصد أسد بين الحين والآخر في بعض المناطق خلال الأسابيع الأخيرة وكانت آخر هذه التقارير عندما أبلغ سائق شاحنة في إقليم الزلال عن رؤيته لأسد على الطريق يوم الخميس وبدأت الحكاية عندما تم تداول بعض الأخبار والشهادات حول ظهور حيوان بري بقبيلة أيت بوحيو جماعة سبت أيت الحوء بإقليم الخنفرة وبمنطقة والماس والذي اعتقد أنه أسد الأطلس وهو ما دفع الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى إجراء بحث في الموضوع ونفي هذه الشائعات غير أنه بعد ذلك استمرت الشائعات في الانتشار في مناطق مختلفة حيث زعم البعض أنهم يلتقوا بأسد الأطلس وبعد هذا قد تمت إجراء عمليات بحث دقيقة بواسطة الطائرات بدون طيار الدرون على مدى أيام وتمت دراسة الأطار المتواجدة في الميدان وتبين من خلال هذه الأدلة العلمية أنه لا يوجد أسد في تلك المناطق وأن هذا النوع من القطيات لا يمكن أن يعيش في الطبيعة إلى هذا الحين وأكد أن هناك نوع من الضباء تعيش في هذه المنطقة ويتشبه الأسود تسمى بالضبع المخطط وهو نوع مهدد بالانقراض لا زال يعيش في الطبيعة مبرزا أنه يشبه الأسد بسبب فروه الكبير وبالنسبة لأنواع السلالات القطية المتواجدة في جبال الأطلس حتى اليوم أوضح المصدر ذاته وجود نوع من القطيات الصغيرة الحجم تسمى بالقط النمر وعناق الأرض وهي ما تزال تعيش في الطبيعة رغم ندرتها ولكن لا يمكن أن تشكل تهديدا للإنسان والحيوان هذا وكانت قد صرحت فتاة أنها رأت الحيوان التاريخي وتعرضت للعد من قبله بعد نفي روايتها من قبل الجماعة الترابية سبت أيطرحو وكشف فريق وتائقي أم الدوء المنكب على البحث عن الأسد إبلاغه بمطاردة أسد لقطيع من الغنم من قبل أربع محليين قدموا مواصفات دقيقة وهو ما أعقبه استنفار أمني وحملات تمشيطية واسعة النطاق بتنسيق بين السلطات والوقاية المدنية وعناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات مصادر أكدت أنه لم يتم العطور على أدلة ملموسة حول وجود الأسد بخنيفرة رغم الكتافة وتواصل جهود الهادفة إلى تعقبه لكن لم يجدوا له أثر فيما يدقق فريق أمود أثر سجلها تزامنا مع الشهادات المحصل عليها وهنا يبقى السؤال المطروح وهو كيف لهذا الحيوان أن يظهر في أماكن في وقت واحد هل الأمر يتعلق بحيوان واحد أم عدة حيوانات وهل هو الأسد فعلا أم أنه شبه بالأسد